بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة جديدة هنسميها تعليق على مناظرة وفي كل حين واخر هنعلق على مناظرة حول موضوع مهم تستحق التعليق وحنبدأ بالمناظرة اللي دارت ما بين بارت ايرمان ومايك لكونة حول موثقية ومصداقية الاناجيل من الناحية التاريخية في البداية لو انت مهتم بمواضيع الحوار الاسلامي المسيحي مهتم تحديدا بالنقد الكتابي يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الاحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الاشعارات بكل الحلقات الجديدة في البداية حابب اقول ان المناظرة دي مش من اقوى المناظرات اللي انا سمعتها لا المايك لكونة ولا البارت ايرمان وبارت ايرمان غالبا طرحه بيكون اقوى من كده بكتير لكن يمكن زي ما علق الدكتور سامي عامري على منشور عنده على الفيسبوك ان اغلب الجمهور كانوا من عوام الناس لذلك هو لم يهتم بطرح اكاديمي وبتأصيل اكاديمي قدر ما اهتم ببعض الامثلة البسيطة اللي ممكن عوام الناس يستوعبوها مايك لكونة يمكن طرحه كان ضعيف جدا جدا في الدفاع عن موثوقيت ومصدقية الكتاب المقدس وافق بارت ايرمان في مقدمات كثيرة جدا جدا لكن اختلف مع بارت ايرمان حول النتائج ويمكن بارت ايرمان سبب من اسباب ان طرحه كان ضعيف ان طرح مايك لكونة اصلا نفسه كان ضعيف وان مايك لكونة وافقه في حاجات كتيرة فكأن بارت ايرمان حس بنوع من انواع الاحباط واليأس ان انت اصلا موافقني في حاجات كتيرة لكن مع ذلك مش عايز تقر معايا ان الاناجيل اللي انا استطيع ان نثق فيها من الناحية التاريخية انا ارى ان دايما لما بشوف مناظرة ما بين طرفين طرف فيهم معاه الحق لكنه ليس مسلما دايما بقول لنفسي المسلمين محتاجين يدخلوا هذا المجال بشدة انا اعتقد لو كان الدكتور سامي عامري او غيره من المسلمين المتمكنين في مجال النقد الكتابي كان مكان بارت ايرمان كان مسح بمايك لكونة الارض كان يعني كان دمره كان نسف ونسف بارت ايرمان برضو عنده حتة العدم الاهتمام اللي هو يعني انت تغير رأيك ما تغيرش رأيك مش مهم وساعات كده هو لا يهتم بانه يضغط على الادلة علشان يقنع اللي قدامه وساعات عنده حتة ان الكلام واضح انت ليه مش عاوز تقتنع فخلاص يعني انا هكبر دماغي من انت دماغك تعبانة ما انتش قادر تفهم هو ساعات كده انا حسيت ده من بارت ايرمان في هذه المناظرة خصوصا في الجزء في المناظرة اللي كانوا بيكلموا بعض بشكل مباشر وبارت ايرمان كان بيكلموا عن تناقض موجود في نهاية الاناجيل في الفرق ما بين تقريبا انجيل مورقس وانجيل مورقس وانجيل لوقة في الظهور الاخير للمسيح فبارت ايرمان بيحاول يحكم الحج عليه ان الاثنين ما يمشوش مع بعض وده تناقض وده خطأ ومايك اللي كونا مش راضي يعترف بده على كل حال انا قصيت من المناظرة حوالي نص ساعة التسجيل نفسه او الفيديو اللي انا عملتله داونلود من على اليوتيوب كان ساعتين ونص قصيت منهم نص ساعة هم اللي يستحقوا مني التعليق لكن في البداية حابي بقول ان المشكلة الرئيسية في المناظرة ما بين الاثنين كان الاتفاق على المعيار معيار ايه المفروض المناظرة حول عنوان هل الانجيل ليها مصداقية موثوقية من الناحية التاريخية او زي ما بارت ايرمان كان عمالي يكرر هل الانجيل صحيحة هل المعلومات المدونة في الانجيل صحيحة هل الاقوال المنسوبة للمسيح في الانجيل فعلا المسيح قالها هل الافعال اللي فعلها المسيح في الانجيل فعلا المسيح فعلها هل المعجزات المنسوبة للمسيح وهكذا هل اللي احنا بنقرى ده صحيح ولا مش صحيح وهو كان رأيه في النهاية ان لأ احنا بنقرى حاجات كثيرة في الانجيل والحاجات دي غلط ما حصلتش فبالتالي the gospels are not accurate مايك ليكونا كان عنده وجهة نظر مختلفة ما كانش متمسك بعنوان are the gospels accurate لكن مايك ليكونا كان عاوز يقول ان وفق المعايير القديمة للكتابات التاريخية والautobiographies اللي مكتوبين في antiquity في العالم القديم الانجيل تعتبر بالنسبة للكتابات التاريخية القديمة الاخرى كتابات ليها موثوقية ومصدقية وبرت ارمن كان عمال يناقشه في المسألة انا مليش دعوة ان الانجيل افضل من كتابات تاريخية قديمة بشكل نسبي ولا لا انا لي علاقة بان الكلام اللي انا بقرأه في الانجيل كلام صحيح ولا لا يعني القصة مش مقارنة ودي مغلطة انا بعتقد ان اغلب النصارى بيقعوا فيها لما نيجي نقول لهم الانجيل فيها تحريف الانجيل فيها مشاكل الانجيل فيها كذا كذا يقعد يقول لك طب شوف الكتب التاريخية القديمة شوف كتب افلاطون شوف كتب مش عارف مين شوف كتب مش عارف مين دي الانجيل حالها افضل بكتير جدا من الكتابات التاريخية القديمة بغض النظر بارت ارمن اشار الى نقطة في غاية الاهمية في المناظرة ان في كتابات اخرى تاريخية قديمة far more superior to the gospels يعني حالها افضل بكتير جدا جدا من الاناجيل واي نعم ممكن الاناجيل تكون حالها افضل بكتير من بعض الكتابات التاريخية القديمة لكن مش هو ده المعيار انا اعتقد ان كان لازم يكون المعيار اوضح من كده بكتير او ايه اللي احنا عايزين نثبته بارت ايرمن سأل مايك لكونا سؤال قال له الاناجيل المفروض يكون فيها اخطاء بنسبة كم فلمية او الاناجيل المفروض يكون فيها كم خطأ علشان تبتدي تشوف ان الاناجيل فقدت موسوقيتها ومصدقيتها وده السؤال في غاية الاهمية مايك لكونا ما جاوبش عليه ماقدرش يحط رقم وخلوا بالكم احنا يعني بارت ايرمن ضرب مثال قال له انا لو بستخدم خريطة بيوصلني للاماكن اللي انا عايز اروحها وجربت الابليكيشن ده ميت مرة انه يوصلني المكان عشرين مرة غلط وما قدرش يوصلني انا هفقد المصداقية في هذا الابليكيشن ومش هستخدمه انه هو يوصلني للاماكن اللي انا عايزها مايك لكونا كان بيقول انا زوجتي ذاكرتها قوية جدا جدا لكنها ساعت بتسهو او بتخطأ بعض الاخطاء القليلة البسيطة الفردية يبقى ده مش معناه ان بما ان زوجتي اخطأت بعض الاخطاء يبقى هي فقدت موثوقيتها ومصداقيتها النقطة دي اولا كون ان مايك لكونا بيعترف ان الاناجيل فيها اخطاء وذكر حوالي اتناشر خطأ او هو بيتكلم باسلوب محافظ قالك دول كانديديتس يعني احتمال ان الاثناشر نقطة دول يكونوا اخطاء لكن هو كان دايما بيقول ان كان في بعض الناس بتقترح حلول محتملة لهذه الاخطاء لكن ممكن ممكن ان الاثناشر نقطة دول يكونوا من ضمن اخطاء الاناجيل انا بعتقد ان اهم شيء كان مفروض يتأصل في مناظرة زي دي ودعيب ان واحد زي بارت ايرمن لان بارت ايرمن ملحد او لا ادري او ايا كان القضية قضية الايمان بالله وقضية دخول الجنة والمعايير اللي مفروض يكون عليها الدين الحق مش متأصلة اصلا عند بارت ايرمن فدعيب خطير في ان واحد لا ادري او ملحد يناظر واحد مسيحي في النقطة دي كان المسلم كان هيكون اقوى بكتير جدا جدا في هذه النقطة فلازم اولا نقف على نقطة معينة الاناجيل احنا عاوزين نثبت موثقيتها ومصدقيتها لكن احنا عايزين نثق في الاناجيل ليه احنا ليه عايزين نثق في الاناجيل دي نقطة في غاية الاهمية الاناجيل مهمة ليه وليه لازم يكون ليها موثوقية ومصدقية وعلشان خاطر اجابة سؤال ليه دي اجابة سؤال ليه لازم الاناجيل تكون ليها موثوقية ومصدقية هيترتب عليها سؤال تاني طب ايه هي درجة الموثوقية والمصدقية اللي لازم تتوفر في الاناجيل علشان نقدر نعتمد عليها بهذه الطريقة يبقى هو ده الاصل الكبير يا جماعة احنا عايزين نعتمد على الاناجيل في حياتنا الابدية في دخول جنة وابتعاد عن نار في مسألة المفروض ماينفعش يبقى فيها نسبة خطأ اصلا في موضوع المفروض يكون يقيني المفروض اعلى درجات الصحة اعلى درجات الموثوقية والمصدقية هي دي المسألة هو احنا ليه عايزين الاناجيل تكون ليها موثوقية ومصدقية علشان احنا هنعتمد عليها في حياتنا الابدية يا هنخش جنة يا هنخش نار طب ايه بقى درجة المصدقية اللي مفروض تكون عليها الاناجيل علشان نقدر نعتمد عليها هذا الاعتماد الكبير اعلى درجات الصحة خضي الامر يبقى بالتالي لو انا وانت معترفين ان الاناجيل فيها اخطاء وان الاناجيل فيها تناقضات ده هيفتح الباب وده سؤال سألوا بارت ايرمان هو سؤال في غاية الاهمية لو انا وانت متفقين ان الاناجيل فيها اخطاء بسيطة ايه اللي يمنع ان الاناجيل ما تكونش اخطاءت في حاجات كبيرة ده سؤال في غاية الاهمية مفيش حاجة تضمن غير ايمانك انت مؤمن ان لو الاناجيل فيها اخطاء فالاناجيل اخطاءت فقط في الاماكن اللي احنا قدرنا نثبت ان هي فيها اخطاء طب افرض ان فيه اماكن تانية هي اخطاءت فيها بس الادلة غابت عننا مش قادرين نثبت ان هي اخطاءت في هذه الاماكن نعتمد على الانجيل ازاي انا شايف ان دي اهم نقطة كان المفروض يتم التركيز عليها في المناظرة وان لم يتم التركيز على هذه النقطة في المناظرة علشان اللي بيمثل اللي بيطعن في موثوقيت ومصدقية الكتاب المقدس ليس مسلما والاصول عنده مش مظبوطة ادي كده انا هبتدي اشغل بعض المقاطع من المناظرة اتذكرها وعلق عليها سريعا مايك ليكونا في اول مدخلة له في المناظرة بيقول ان انا هقدم ست معايير بيثبتوا ان الاناجيل ليهم موثوقية تاريخية لكن قال كلمة في غاية الاهمية in a broad sense in a general او a broad sense يعني ايه يعني هو بيقول ان ده مش دليل ان الاناجيل ليها اعلى درجة من الموثوقية والمصدقية الاناجيل فيها بعض المعلومات الصحية او نستطيع ان نثق في الاناجيل بشكل عام بشكل عام القضية ان احنا لا احنا مش عايزين نثق في الاناجيل بشكل عام احنا عايزين نثق في ادق التفاصيل اللي مذكورة في الاناجيل في نص كلام المسيح اللي منسوب له في الاناجيل في جنس افعال او معجزات منسوبة للمسيح في الاناجيل لان المسيح بيجي يقيم عقيدة وايمان على كلام منسوب للمسيح بارت ارمان ذكر نقطة في المناظرة في غاية الاهمية قال على سبيل المثال ودي نقطة انا بنطقد بارت ارمان فيها لكن بارت ارمان متساهل في استخدام الكلام يعني بارت ارمان بيقول ايه ان انجيل يوحنى المسيح بيعلن فيها بشكل صريح انه هو الله وانه a divine being he is god and he is a divine being بارت ارمان بيقول كده وانا بعتقد ان بارت ارمان بيتساهل في هذه المسألة انا بعتقد ان انجيل يوحنى فيها تصريحات فريدة من نوعها وغريبة وغير مذكورة في باقي الاناجيل بارت ارمان بيلفظ كلامه او بالمعنى اللي هو كان عاوز يوصله بيقول ان المسيح اعلن في انجيل يوحنى بشكل صريح انه هو الاله لكن هذا الكلام غير موجود في متى ومرء السلوقة لو كان فعلا المسيح بشكل تاريخي اعلن عن نفسه انه اله ازاي نقطة في هذه الاهمية تم اغفالها من قبل الاناجيل التلاتة وفي نقطة في غاية الاهمية كأن فيها اتفاق ما بين مايكلي كونا وبارت ارمان الا وهي ان انجيل يوحنى اقل الاناجيل من ناحية الموثوقية التاريخية وان دايما مايكلي كونا لما بيتكلم بيتكلم عن الاناجيل الايزائية متى ومرء السلوقة وماركلي كونا بيدافع عن المبدأ او النظرية اللي بتقول ان متى ولوقة اعتمدوا على مرءس كمصدر وبعدين في المصدر كيو وبعدين متى لو مصدره الخاصة ولوقة لو مصدره الخاصة اللي هي نظرية المصدر الاربعة عندك مرءس وكيو ومتى ولوقة متى لو مصدره ولوقة لو مصدره متى ولوقة نقلوا من مرءس ومتى ولوقة نقلوا من كيو النظرية دي بتفسر ايه؟ النظرية دي بتفسر الاناجيل الايزائية ليه الثلاث أناجيل متشابهة أن ماتة ولوقة نقلوا من مرقص علشان كده بنلاقي قصص موجودة في ماتة ومرقص ولوقة ليه؟ علشان ماتة ولوقة نقلوا من مرقص طيب في قصص موجودة في ماتة ولوقة مش موجودة في مرقص يبقى في مصدر اسمه كيو مصدر مجهول ماتة ولوقة نقلوا منه فعشان كده بنلاقي تشابهما بين ماتة ولوقة لكن هذه القصص مش موجودة في مرقص وبعدين متى عنده قصص تفرد بيها يبقى متى له مصدر تفرد بيه ولوقة تفرد بقصص يبقى لوقة عنده مصادر تفرد بيها دي نظرية المصادر الاربعة اللي بتقول ان متى ولوقة نقلوا من مرقص فده اول مصدر ومتى ولوقة نقلوا من مصدر تاني اللي هو مصدر كيو ومتى كان له مصادره ولوقة كان له مصادره دول اربع مصادر طبعا فكرة ان ما التولوقة ينقلوا من مرقص ده بينفي ان ما التولوقة يكونوا تلاميذ ومرقص اصلا ما كانش يتلميذ من تلاميذ المسيح ففيها اشكالات كبيرة من ناحية هما دول كانوا تلاميذ هما دول كانوا شهود عيان وازاي بينقلوا من بعض وفين الوحي والكلام ده كله مايك ليكونا من ضمن الكلام اللي هو كان بيقوله كان بيقول ان ما التولوقة لما كانوا بينقلوا من مرقص كانوا اقل تصرفا من حاجات بنشوفها في المصادر التاريخية القديمة غير الاناجيل يعني هو عاوز يقول ان ما التولوقة ساعات كانوا بينقلوا من مرقص كانوا بيغيروا القصص لكن هذا التصرف اقل من اللي احنا بنشوفه في المصادر القديمة فمايك ليكونة مصر انه يقول ان الاناجيل افضل حالا من كتب قديمة تراثية غيرها لكن مش هو ده الموضوع احنا عاوزين نحدد هو احنا هنثق في الاناجيل ليه وعلشان نقدر نثق في الاناجيل بهذا المستوى يبقى موثوقية ومصدقية الاناجيل المفروض تكون في انهي درجة مايك ليكونة بيقول المعيار الاول على موثوقية ومصدقية الاناجيل وانا شايف ان دي نقطة بتبين قد ايه التقصيل الاسلامي في سؤال مين اللي كتب الانجيل وحال كاتب الانجيل مهم قد ايه مايك ليكونة بيقول المعيار الاول ان كتبت الاناجيل كان عندهم النية كان نيتهم انهم يكتبوا كتابات بتوصل الحقيقة هو بيقول دلوقتي السؤال في غاية الاهمية احنا نقدر نعرف منين نية كتب الاناجيل مايك ليكونة بيقول والله في بعض التفاصيل التي قد تكون محرجة زي مثلا ان اخوة يسوع كفروا به ولم يؤمنوا به او كانوا بيسخروا منه او كذا فبالتالي والله ده امر محرج لو كان كتبت الاناجيل هدفهم ان هما مايكتبوش الحقيقة كانوا حذفوا هذه التعليقات او هذه النصوص اللي فيها حاجات محرجة انا ممكن ارد على الكلام ده واقول ان بغض النظر ان هما تركوا تفاصيل انت شايفها محرجة ولا مش محرجة ده امر نسبي لكن احنا عندنا ادلة حقيقية واقعية متفق عليها ما بيننا وما بينك ان كتبت الاناجيل غيروا الحقيقة فعلا شوفوا الكلام واضح ازاي كتبت الاناجيل غيروا الحقيقة فعلا ده امر متفق عليه ما بين بارت ارمان ومايك ليكونا في بعض الامثلة مايك ليكونا بيتفق مع بارت ارمان ان كاتب انجيل يوحنى زور او غير او حرف اليوم اللي اتصلب في المسيح من اجل اهداف لاهوتية ايمانية انا شرحت هذا الموضوع في فيديو من سلسلة تناقضات في العهد الجديد هحط الرابط اسفل الفيديو لان هذا تناقض في غاية الاهمية وجبت مراجع مسيحية بتقول ان كتبت الاناجيل ما كانش عندهم مشكلة ان هما يغيروا التاريخ من اجل الايمان انت في مناظرة بعنوان هل الاناجيل ليها موسوقية تاريخية وانت متفق مع بارت ارمان ان الكاتب بيغير التاريخ من اجل الايمان يبقى ازاي تقول ان الاناجيل ليها موسوقية تاريخية اذا كانوا غيروا في مرة التاريخ من اجل الايمان ايه المانع ان هما يكونوا غيروا في اماكن اخرى بس احنا لسه مش قادرين نثبت في نقطة تانية في غاية الاهمية معيار انا شايفه في غاية السخف اه كتبت الاناجيل كان نيتهم ان هما يكتبوا كتابات صحيحة طب صباح الفل نيتهم صحيحة بس ايه الدليل ان هما فعلا كتبوا كلام صحيح يعني انا شايف انه معيار في غاية السطحية والله احنا نقدر نقول ان النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد هو كتر خير وكان نيته يكتب حاجة صحيحة لكن ما كانش عنده المقومات انه اصلا يعرف يكتب عمل صحيح ما كانش شاهد عيان ما كانش من تلاميذ المسيح ما كانش عنده مراجع يعتمد عليها كان ذاكرته ضعيفة كان اي حاجة هل النية وحدها تكفي ان فعلا الكلام المكتوب في الاناجيل يكون صحيح وحنعرف نيته منين اصلا بارت ارمان نفسه في المناظرة حسيت انه حس بخيبة امل ان هو مارك لكونة بيقوله انا طرحت ست معايير وانت مردتش عليها فرح بارت ارمان يعني بص في الورقة بتاعه قال له ستة معايير انا حاسس ان هما يعني عايمين قوي ويعني هاجدلك في ايه يعني ولا هنقشك في ايه فيعني كأن بارت ارمان قال من سخافة وسطحية الطرح انا لم اجد ان الموضوع اصلا يستحق التعليق او الرد قوة الاسلام بتبان لما تيجي تقارن هذا الطرح السطحي بما وضعوا علماء مصطلع الحديث وعلماء الجرح والتعديل من معايير ازاي نقدر نقبل الحديث وازاي نقبل المرويات وازاي نقدر نطيق في هذا الشخص وناخد منه دنا قوة الاسلام بتبان هنا انا بقول ان بما ان المعيار الاول اللي وضعوا مايكلي كونا متعلق بشخص الكاتب وابنيته انه يكتب وثائق صحيحة يكفي لهدم موثوقيت ومصداقية الاناجيل الطرح اللي بيقبله الغالبية العظمى من علماء العهد الجديد وده اكد عليه بارت ايرمن في المناظرة ان كتبت الاناجيل مجاهيل ونحن لا نستطيع ان نثق في نواياهم وان احنا نقدر نثبت من الاناجيل ان هما ما كانوش شهود عيان وان هما ما كانوش من فلسطين وان هما غالبا من الجيل الثاني او الثالث من المؤمنين وان كتابتهم تحتوي بالفعل على اخطاء تاريخية وجغرافية وعلمية وغيرها وان هما بالفعل حرفوا التاريخ من اجل الايمان وان الاناجيل مش على المستوى الكافي او مش بالقدر الكافي من الموثوقية والمصداقية وفي نقطة في غاية الاهمية اتفق عليها مايك ليكونة وبارت ايرمن بارت ايرمن قال انا بعتقد ان الاناجيل فيها معلومات صحيحة لكن ده مش معناه ان the gospels are accurate ان الاناجيل صحيحة بشكل كامل وان احنا نقدر نعتمد عليها بشكل كامل وان هما ليهم موثوقية ومصداقية اعتراض بارت ايرمن الرئيسي انه ما ينفعش نقول ان the gospels are accurate لان في اماكن اه الاناجيل فيها صح لكن في اماكن كثيرة الاناجيل فيها غلط وانه كان المفروض يزاد على هذا من التأصيل ان احنا المفروض هنعتمد على الاناجيل فيما يخص ايماننا بالله واليوم الاخر والخلاص والكفارة والصلب والفداء فيما معناه ان احنا هنعتمد على الاناجيل في حياتنا الابدية فبالتالي مستوى الموثوقية والمصداقية لازم يكون اعلى من كده بكتير اوي 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 مايك لكونة بيقول ان الاناجيل مكتوبة في زمن مبكر وانه مكتوب بعد زمن بسيط من رفع المسيح الى السماء من بعد رفعه الى السماء بحوالي 30 من 30 ل60 سنة هل ده في حد ذاته دليل ان الاناجيل ليها موثوقية ومصداقية ده كل اللي احنا نقدر نقوله وزي ما الدكتور سامي عامري بيقول وزي ما اغلب علماء العهد الجديد بيقوله وانا بعتقد بهذا ايضا ان الاناجيل الاربعة كتابات من القرن الاول الميلادي ويمكن هي كتابات قريبة جدا من حياة المسيح لكن ده مش معناه ان الاناجيل نقدر نثق فيها لازم يكون في معايير اقوى من كده لازم نكون عارفين مين اللي كتب الاناجيل وهل فعلا نيتهم كانت سليمة وصحيحة ولا لا ان هما يكتبوا وثائق تحتوي على حقائق وهل فعلا كان عندهم المقومات التي تؤدي الى ده وايه هي مصادرهم وايه هي مراجعهم اللي جابوا منها كلام المسيح والقصص المنقولة عن المسيح وكذا 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 لازم نعرف كل ده علشان في الاخر نقدر نثق في الاناجيل الاربعة بالقدر اللي نخلينا متيقنين ان احنا فعلا واقفين على صخر لما نتكل على الاناجيل في ايمان المعيار التاني اللي بيقوله مايك لكونا ان the author made good judgment in his choice of sources يعني ان المؤلف اختار مصادره بعناية طبعا ده بيعطي ايحاء ان كتبت الاناجيل ايضا مش تلاميذ ولا شهود عيان لان هما لو كانوا تلاميذ وشهود عيان فهم المصدر في حد ذاته ما هماش محتاجين ان هما يختاروا مصادر لكن على كل حال ما هي مصادر الاناجيل هو بيقول زي ما قلنا قبل كده نظرية المصادر الاربعة يعني متى ولوقة نقلوا من مرقص ومتى ولوقة نقلوا من كيو مصدر مجهول ما نعرفوش ومتى كان له مصادر احنا ما نعرفهاش ولوقة كان له مصادر احنا ما نعرفهاش يبقى احنا عندنا اربع مصادر للاناجيل الازائية مرقص وكيو وام وقل تلاتة منهم احنا ما نعرفهمش اصلا ولا نعرف هل هي معلومات صحيحة ولا لا وبعدين مايك لكونة بيقول ان من ضمن المصادر ان متى ولوقة نقلوا من مرقص والتقليد بيقول ان مرقص نقل من بطرس اولا فكرة التقليد من اضعف ما يمكن الاعتماد عليه وان حتى المسيحيين نفسهم فيما بينهم وبين بعض خلافات كثيرة حاول تصديق هذا التقليد ومتى المسكين نفسه كان من ضمن الناس اللي اعترضت على تقليد ان مرقص نقل من بطرس او ان مرقص كان سكرتير بطرس يعني وخاد المعلومات اللي هو دونها في الاناجيل من بطرس لكن احنا يكفينا ان لو تنزلنا ان متى ولوقة نقلوا من مرقص طيب قد ايه المحتوى اللي هما نقلوه من مرقص نقلوا كل انجيل مرقص لا طبعا ما نقلوش كل انجيل مرقص طباق المصادر في عندنا مصادر تفرد بيها متة ومصادر تفرد بيها لوقة ومصدر كيول اللي متة ولوقة اشتركوا فيه ما نعرفش هذه المصادر من بابها يبقى ايه يبقى برضو الاناجيل ليها مصدقية احنا ما نعرفش المصادر اللي نقلوا منها يبقى ازاي تقول المعيارة على موثوقيت ومصدقية الاناجيل ان الكتبة اختاروا بعناية مصادر صحيحة او كان عندهم good judgment of the sources احنا ما نعرفش المصادر دي دي مصادر مجهولة نعرف منين مدى صحتها وهو اختار صح ولا لا فيه كذب قبيح قالوا مارك لكونة في مقطع من المقاطع ان هو بيقول بيقول ان مارك لوك ان جان are based on excellent sources متة ولوقة ويوحنة مبنيين على مصادر ممتازة يا اما شهود عيان يا اما ناس تلقت من شهود عيان انت عرفت الكلام ده منين ايه الدليل على كده وبعدين انا مستغرب ان مايك لكونة بيقول اولا ان انا مؤمن ان كاتب انجيل يوحنة هو يوحنة بن زبدي وهذا رأي اقلية العلماء فبارت ايرمن سخر منه قال له فعلا minority اقلية 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 قليلة جدا يعني وبعدين بيحاول مايك لكونة انه يمرر مفهوم ان انجيل يوحنة مبني على مصادر ممتازة نستطيع ان نثق فيها شهود عيان او غيرها وده كلام من ابطل الباطل ولم يقدم اصلا اي دليل على هذا كان في نقطة في غاية الاهمية بارت ايرمن اكد عليها في الفقرة اللي هما كانوا بيتكلموا مع بعض بشكل مباشر ان احنا ما نعرفش مين كتبت الاناجيل كتبت الاناجيل نفسها ما بيدعوش ان هما تلاميذ وما بيدعوش ان هما شهود عيان الاسامي اللي احنا نعرفها لكتبت الاناجيل مش مكتوبة على الاناجيل نفسها دي شهادات من القرن الثاني الميلادي بعديها بفترة هي اللي بتنسب للاناجيل متى ومرقه سلوقة ويوحنة وراح بارت ايرمن اتكلم على سبيل المثال عن انجيل يوحنة وان مايك ليكونة من الماينورتي من العلماء القلة اللي بيعتقدوا ان يوحنة بن زبدي التلميذ الحبيب او التلميذ الذي كان يحبه يسوع يعني التلميذ الذي كان يحبه يسوع هو يوحنة بن زبدي هو كاتب الانجيل فبارت ايرمن بيقول لمايك ليكونة مين اول واحد قال إن إنجيل يوحنى كتب ويوحنى فرح مايكلي كونة قال إرناوس أسكفليون طب إرناوس أسكفليون قال الكلام ده إمتى حوالي سنة 185 ميلادية يعني في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي يعني بعد كتابة إنجيل يوحنى سأله بارت إرمان قال له طب إنجيل يوحنى كتب سنة كام؟ قال من 90 ل95 يعني حوالي بعد التسعين أو مئة سنة من بعد ما إنجيل يوحنى تكتب جي إرناوس أسكفليون قال لنا يا جماعة ده كاتب إنجيل يوحنى واحد اسمه يوحنى وبعدين بارت إرمان لفت الأنظار إلى نقطة في غاية الأهمية إن كان في ناس قبل إرناوس أسكفليون عارفين إنجيل يوحنى لكنهم ما قالوش معلومة إن كاتب إنجيل يوحنى هو يوحنى بنزبة دي التلميذ الذي كان يحب يسوع فرح مايكل يكون حاول يرد على بارت إرمان قال له أنت بتستدل بالصمت فهو بيقول لا أنا مش بقول إن صمت العلماء دليل على إن الكاتب مش يوحنى أنا بقول إن مفيش حد قال المعلومة دي قبل إرناوس وفيه انقطاع في هذه المعلومة إن يوحنى ابن زبدي التلميذ الذي كان يحب يسوع هو كاتب إنجيل يوحنى أنت جايب المعلومة دي من مصدر متأخر في ناس قبل إرناوس كانوا يعرفوا الإنجيل وما قالوش المعلومة دي فإنت منين تقدر تثبت صحة المعلومة اللي قالها إرناوس مايكل يكون قال كلام في غاية العجب وأنا بسمع الكلام ده كتير من المسيحيين رح مايكل يكون قال له على الأقل عندي دليل بغض النظر عن رأيك في الدليل لكن على الأقل عندي دليل يعني كأنه بيقول على الأقل أنا مش مخترع الكلام ده أنا بتتبع إرناوس اللي قال أن يوحنى هو كاتب إنجيل يوحنى بغض النظر عن مدى صحة الدليل أو إرناوس قال الكلام ده منين أو هل احنا نقدر نثق في إرناوس لما يقول الكلام ده وإيه دليل إرناوس لما مش مهم أهو واحد قال وأنا بقلده وده دليل بالنسبالي فعلى الأقل عندي دليل أنا تعليقي على الكلام ده إن فعلا المسيحيين يعني مشكلتهم إن تراثهم ضعيف جدا جدا وهما ما يملكوش غير إن هما يستدلوا بتراثهم ده ودورنا علشان نعرفهم مدى مكانتهم الضعيفة جدا جدا والهشة جدا جدا لما يظلوا على المسيحية أو لما يظلوا على النصرانية هو إن احنا نبين لهم المكان الأفضل والأقوى بكثير جدا الإسلام العظيم المعيار الثالث اللي قاله مايكل كونا إن الآثر يوزد جود جوجمنت إن هز يوس أوف ديس سورس يعني هو بيقول المعيار الأول أصله هو كان عنده نية إنه يكتب كلام صح رقم اثنين إن هو اختار مصادر صح وإحنا ما نعرفش هذه المصادر رقم ثلاثة إن نستخدم هذه المصادر صح وإحنا بنقول استخدم هذه المصادر صح طيب بارت إرمن ضرب العديد من الأمثلة اللي هي بتدل على إن فيه تناقضات واختلافات كثيرة جدا 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 بين الأناجيل وأنا دايما بقول حتى في المحاضرات بتاعتمدخل إلى دراسة الكتاب مقدس أو تناقضات العهد الجديد أو غيرها إن انت تشتري الأناجيل الفرداني متى مطبوع لوحده لوقى لوحده يوحنا وهكذا بحيث إن انت تقدر تطلع القصة وتقراها ما بين الأناجيل وزي ما بارت إرمن بيقول في المناظرة اختبر دا بنفسك ومارس دا بنفسك وكون رأيك بنفسك اقرأ القصة من متى واكتب قيمة بالأحداث وهكذا في باقي الأناجيل واكتب قيمة بالأحداث وبعدين قارن القوائم ببعض وشوف هل ينفع القصص المختلفة دي تبقى صحة ولا لا مايك لكونا في المناظرة بيأكد على إن احنا عندنا كتابات قديمة من التراث القديم أو من التاريخ القديم لما كانوا بيستخدموا مصادرهم كانوا بيبهدلوا الدنيا وكانوا بيحرفوا وكانوا بيغيروا وكذا وكذا لا دا الحمد لله على نعمة الأناجيل الأناجيل آه كانت بتغير بس مش للدرجات يا راجل أنا بقول القضية نسبية احنا ممكن نطلع قصة مذكورة في متى ومرقص ولوقة ونلاقي إن لما متى نقل القصة من مرقص ولما لوقة نقل القصة من مرقص إن هم غيروا القصة من أجل أهداف إيمانية وإن المسألة دي محتاجة فقط بعض الأمثلة ومحتاجة تسليط الدوء على الخلاف والخلاف دا مؤثر قد إيه لكن يجب التنبيه مرة أخرى إن أصلا في مصادر كثيرة جدا كيو وأم وقال أحنا ما نعرفش مصادرهم والواقع إن إن جيل مرقص أحنا ما نعرفش مصادره ولو القضية متعلقة بي مدى صحة استخدام متى و لوقة لمرقص فحنقدر نثبت إن متى و لوقة بهدلوا الدنيا لما كانوا بينقلوا كثيرا من مرقص مايك لكونة بيقول المعيار الرابع هو إن the author and their sources were capable of reporting accurately يعني هما كان عندهم المقدرة إن هما يبلغون بشكل صحيح وأنا برجع وبقول مرة تانية إن المصادر مجهولة و إن الكتب مجهيل إزاي هنقدر نعرف و إزاي هنقدر نثبت قدم الأدلة قدم البراهين إن فعلا كان عندهم الإمكانية مايك لكونة بيبني صحة هذا المعيار على إن كتبت الأناجيل هم التلاميذ و كتبت الأناجيل هم شهود عيان عصروا المسيح و سمعوا منه و وعظاته و شافوا أفعاله و شافوا معجزاته و هكذا أولا الفرضية الأولى دي إن الكتب كانوا شهود عيان و سمعوا من المسيح و كذا ده افتراض ليس عليه دليل بل و بيخالف الأدلة تاني شيء مايك لكونة قاعد يقول إن أكيد المسيح لما كان بيقدم وعظاته كان بيكرر وعظاته كتير 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 لأنه كان بيلف على القرى والمدن المختلفة وأكيد كان عنده عدد وعظات محدودة كان بيكررها مش كل مرة بيحضر وعظة جديدة ويقعد يكرر ويكرر 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 وقعد يقول تيكرر دي مرات مملة وخنقني بصراحة وخنق كل المستمعين وخنق بارت إرمن وخنق اليوتيوب وخنق كل الناس فقعد يقول بقى إن كدبت الأنجيل شهود العيان و تلاميذ المسيح من كتر تكرار المسيح لوعظاته و كذا فحفظوا الكلام وصموه صم فبالتالي لما جوم يكتبوا الأنجيل أكيد كانوا هيتذكروه كويس وحفظينه كويس وحيدونوه بمنتهى الصحة أحنا بنقول أولا مرة تانية إن افتراض إن كتبت الأنجيل شهود عيان وسمعوا المسيح والكلام ده كله هذا باطل ليس عليه دليل والأدلة بتخلفه تاني شيء بارت إرمن أكد على نقطة إن الفكرة اللي قالها مايكلي كونا ليس عليها دليل وإن ما فيش دليل إن المسيح قعد يكرر 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 بحيث إن التلاميذ هيحفظوا كلامه صم بارت إرمن قال له إنت جبت الكلام ده منين إن الكلام ده مش موجود في الأنجيل إيه الدليل على افتراضك صحة الكلام اللي إنت بتقوله علشان إنت بتعتقد إن الكلام ده صحيح فبتفترض صحته مايكلي كونا رح قايل الكلام في غاية العجب قال أنا بفترض إن هذه هي الممارسة التقليدية للتعليم وإن إنت اللي عليك الدليل إن إنت تثبت خلاف ذلك شوف العجب يعني هو بيفترض من غير دليل وبيقول إن بارت إرمن هو اللي عليه إنه يجيب دليل خلاف ما افترضه مايكلي كونا أي حد يفترض افتراض المخالف هو اللي عليه إنه يجيب دليل إنه ينتقد افتراضي أنا افتراضي ما عليهوش أي دليل أنا بافترضه خلاص أنت عاوز تنتقدني يبقى أنت اللي عليك تجيب دليل ينتقد افتراضي اللي ما عليهوش دليل يعني حسوا قد إيه بارت إرمن اتخنق من مايكلي كونا في المناظرة نقطة في غاية الأهمية يعني علق عليها بارت إرمن فيما يخص المعيار الخامس اللي قاله مايكلي كونا مايكلي كونا بيقول المعيار الخامس هو إنه نحن بنقدر نتأكد إن في حاجات مذكورة في الأناجيل صح فقعد يضرب أمثلة مايكلي كونا قالك دول ذكروا أسامي مدن صح دول ذكروا أسامي أشخاص صح فبارت إرمن يعني سخرة من هذه النقطة سخرية هو محق فيها قالك إلحا يا جماعة الأناجيل بتقول بيت لحم وفي مكان فعلا اسمه بيت لحم يبقى الأناجيل صح ده في مكان اسمه بيت صيدة والأناجيل بتقول بيت صيدة يبقى فعلا الأناجيل صح ده الأناجيل بتقول مرقص وبوترس ويوحنى ودي فعلا كانت أسامي شائعة في فلسطين في القرن الأول يبقى الأناجيل صح طرح سطحي في غاية السخافة والمشكلة إن بارت إرمن بيقوله يعني أحنا قضيتنا مش إن حال الأناجيل بتذكر حاجات صحيحة أحنا بنقول إجمالا المعيار السادس اللي قاله مايك لكونة هو إن عدد صغير جدا من الحاجات اللي ذكرها المؤلف معروف إن هي خطأ وهو ذكر حوالي 12 حاجة طبعا بارت إرمن ذكر حاجات أكتر منها بكتير وفكرة إن احنا نعد هو ده خطأ ولا مش خطأ دي مسألة يعني نسبية ممكن أنت تتطفق وتقتنع إن ده فعلا خطأ ممكن تقول لا ده مش خطأ ده له تأويل أيا كان لكن أنا برجع وبقول مرة تانية إن القضية في المستوى الخاص بالموثوقية والمصدقية وبارت إرمن لما سألوا على عدد الأخطاء مرضيش يجاوب النقطة دي هي الفيصل في المناظرة كلها مشكلة إن النصارى العرب مش على هذا المستوى على الأقل إن في يعني أرضية مشتركة ما بين المناظرين لكن أحنا بنختلف في النتيجة وإن بيبقى واضح جدا يعني إن الاختلاف في النتيجة ده بناء على تزمت منك وإن أنت مش عاوز تتبع الدليل إلى نهاية الطريق لكن مايك ليكون هنا لما بيجي يقول للمعيار السادس إن عدد بسيط جدا من الحاجات اللي تكتبت في الأنجيل تم إثبات إن هي خطأ حابب ألفت أنظركم إيه هي الأمثلة اللي هو قال إن دي فعلا حاجات ممكن تكون غلط وزي ما قلت بلكده إن هو متحفظ وأنا بيجي لي شعور إن يعني كإن مايك ليكونة بيمثل يا جماعة إحنا منظرة كده يعني ها هنعمل نفسينا قصاد بارت إيرمان إن إحنا متفقين إن دي أخطاء لكن ها ما بيننا وبين بعض إحنا عارفين إيه حلول المشاكل دي وإن دي مش أخطاء ولا حاجة بس إحنا عشان ما نبنش متخلفين قصاد الناس هنقول أخطاء كده أخطاء يعني مشيها الحاجات اللي مايك ليكونة بيقول إن هي ممكن تكون خطأ أول خطأ ذكروا مايك ليكونة هو الإكتتاب المذكور في إنجيل لوقة اللي هو إنجيل لوقة بيضعه سبب إن المسيح من الناصرة لكن ليه هو تولد في بيت لحم علشان خاطر كان فيه إكتتاب الإكتتاب ده معناه إن كل واحد يرجع لبلده الأصلي ويسجل هو منين ومش عارفين بارت إيرمن في المناظرة ذكر هذه النقطة على إنه خطأ لكن الفرق ما بين بارت إيرمن ومايك ليكونة إن مايك ليكونة بيشوف إن دي نقطة حاجة بسيطة المفروض إيه اللي يتعمل؟ إن القصة بتاعت الإكتتاب دي تتجاب من أولها لأخيرها بكل تفاصيلها القصة دي غلط من ضمن القصص اللي انت بتقول إن ده غالبا ما حصلش فنشوف النص ده بحاله بياخد قد إيه من الإنجيل وبعدين زي ما بارت إيرمن بيقول طب المقابل في إنجيل متى لإن دي قصة متعلقة بطفولة المسيح فالمقابل في إنجيل متى قصة هيرودوس والسجود المجوس وإنه هيربوا لمصر لغاية ما هيرودوس مات وهكذا فبارت إيرمن بيقول اللي اثنين ما ينفعش يكونوا صح فبالتالي احنا وقعين أمام مشكلة في غاية الأهمية يا إما هتضحي بقصة إنجيل لوقة يا إما هتضحي بقصة إنجيل متى يا إما ممكن القصتين أصلا يكونوا غلط يبقى القضية مش مجرد نقطة صغيرة إن قال اكتتاب غلط وخلاص لا هو ليه لوقة قال إن فيه اكتتاب علشان لازم يسوع يكون من بيت داود من بيت يهودة وعلشان تنطبق عليه النبوات لازم يتولد في بيت لحم بس هو من النصرة إلا هيوديه بيت لحم أصلا كان فيه اكتتاب رغم إن دي مسألة كبيرة جدا جدا زي ما قال بارت إرمان إن مش معقول اكتتاب يحصل في كل الإمبراطورية ومفيش ولا مصدر تاريخي واحد يذكر هذا الموضوع واضح جدا إن هذه المسألة لم تحدث وبعدين بارت إرمان قاعد يوضح إن فيها تفاصيل غير منطقية يعني المفترض إن يوسف رجل مريم من نسل داود وسيدنا داود عاش قبل منه بحوالي 800 سنة ولا كتر هل دا معناه إن كل واحد هيدور أنا نسبي من 800 سنة كنعايش فين وهروح أدور على كنعايش فين وأروح لغاية هناك علشان يحصل الاجتتاب الخطأ الثاني اللي قالوا مايكلي كونا النسب اللي ما بين ما التولوقة وفي حلقة كاملة عن هذا الموضوع من ضمن تنقضات العهد الجديد سأضع الرابط أسفل الفيديو الخطأ الثالث إن ثلاث مرات اسم شخص معين المفروض مذكور في العهد القديم تم ذكره بالخطأ يعني خطأ تاريخي إن كاتب الإنجيل بيحكي قصة مذكورة في العهد القديم لكن لما جاي يحكيها غلط في اسم الشخص بيقول يعني أكتر من مرة مرقص ممكن يكونت لخبط في أسامي مواقع جغرافية النقطة دي أصلا إن مرقص أخطأ في أسماء جغرافية دي من ضمن أدلة إن مرقص ده مش شاهد عيان ومرقص ده مش من فلسطين وإن بما إن ما التولوك اعتمدوا عليه فهم كمان مش شهود عيان ومش تلاميذ المسيح وده بيهدم أصلا مصداقيته موسقية الأنجيل هو بيذكرها كده كشيء عابر يعني يا جماعة مرقص في كم مرة كده لما جاي يذكر أسامي مناطق جغرافية قالها غلط اتلخبط فيها إيه دي بيقول مشكلة تطهير الهيكل بحسب إنجيل يوحنة في زمن مبكر برضو في فيديو عن هذا الموضوع من ضمن تناقضات العهد الجديد هحبت الرابط أسفل فيديو بيقول في بعض التناقضات ما بين مرقص ويوحنة في الحكاية الخاصة بألام المسيح وأنا بقول إن من أول هو المسيح اتقبض عليه فين وإمتى وتصلب في أنهيوم وهكذا كل التفاصيل المتعلقة ببداية قصة ألام المسيح ما بين الأنجيل الأربعة مليانة 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 تناقضات وآخر خطأ بيقوله كيف مات يهوذة التناقض المشهور جدا ما بين ماتة وأعمال الرسل وهذا التناقض أيضا له فيديو هضع الرابط أسفل فيديو من ضمن الحاجات اللي ذكرها بارت إيرمن في المناظرة كانت ردا على مايك ليكونة لما قاعد يقول إن المسيح كرر 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 كتير إدى مثال على الموعظة على الجبل وقال إن غالبا الموعظة على الجبل دي كانت واقعة واحدة فريدة ولم تتكرر وبعدين بارت إيرمن بيلفت الأنظار لمسألة في غاية الأهمية هي الموعظة على الجبل دي مساحتها قد إيه في الكتاب في الأنجيل فبتلاقي إن هي إصحاحات كثيرة جدا أكتر من إصحاح أكتر من إصحاح فيها الموعظة على الجبل الغريب جدا جدا إن بارت إيرمن ومايك ليكونة متفقين على مبدأ إن غالبا الموعظة على الجبل دي لم تحدث كما تم حكيها في الأنجيل وإن ده عبارة عن خلاصة لمجموعة من التعليم اللي قالها المسيح يعني هو عاوز يقول إن ممكن الموعظة على الجبل دي ما تكونش حصلت وإن أحنا ما نقدرش نفهم الأنجيل إن القصة دي حصلت زي ما الإنجيل بيحكيها كده لكن أحنا نفهم إن أكيد المسيح علم بالتعليم المذكورة في الموعظة على الجبل النقطة دي في غاية الأهمية لأن أنا دايماً بأكد إن النصارى بيجوا يقفشوا في الأنجيل وفي الكلام المنسوبة للمسيح في الأنجيل بالحرب فيقولك المسيح قال أنا والقاب واحد المسيح قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن أحنا ما عندناش هذه الدرجة من الثقة إن أنت تتمسك بالألفاظ وإن أنت تتمسك بالحروف إذا كان بيقولك واقعة كبيرة وشهيرة زي دي الموعظة على الجبل ممكن ما يكونش حصلت أصلاً وإن دا صياغة أدبية من المؤلف بيحاول يجمع فيها أهم تعليم المسيح في نقطة في غاية الأهمية أنا دايماً بكررها وذكرها بارت إرمن في المناظرة ألا وهي إن دايماً النصارى بيجوا يفترضوا قصة والقصة دي ممكن تكون منطقية أو ممكن تكون معقولة فبيفترضوا صحتها لكن ما فيش دليل إن فعلاً هو دا اللي حصل يعني إيه؟ يعني في بعض الأحيان لما ييجوا النصارى يحلوا تناقض تناقض مثلاً القصة مذكورة في متة متناقضة مع القصة اللي مذكورة في لوقة فييجي المسيح يقولك إيه؟ أصل القصة كانت كذا وكذا ويخترع قصة جديدة يدمج ما بين اللي حصل في الإنجيل دا وما بين الإنجيل دا وبيحكي هو إنجيل جديد وما فيش أي دليل على إن فعلاً هو دا اللي حصل مش معنى إن اللي انت بتقوله بيحكي قصة حلوة أو ممكن يكون منطقي أو زي ما يقول آه والله معقول كان ممكن فعلاً إن دا هو اللي حصل بس إيه؟ الدليل إن فعلاً دا اللي حصل محاولة التوفيق لابد أن يكون عليه دليل ما ينفعش تخترع انت تاريخ جديد وقصة جديدة تدمج فيها القصتين المتناقضتين وبس علشان آه والله دا ممكن يكون حصل كده يبقى دا دليل فعلاً إن الكلام دا حصل ما ينفعش من ضمن الحاجات اللي شرحها بارت إيرمن كأخطاء تاريخية أو بمعنى إن الكلام دا مذكور في الإنجيل لكن دا أكيد ما حصلش القصة اللي مذكورة في نهاية إنجيل متى عن إن لما المسيح اتصلب الصخور تشققت وحجاب الهيكل تمزق وإن الأرض تزلزلت وإن الأموات قاموا القديسين والأموات قاموا وجالوا المدينة وناس كتيرة شافوهم بارت إيرمن بيسمي القصة دي الزومبيز بتوع ماثيو ماثيو الزومبيز بيسأل مايك لكونة بيقوله أنت مؤمن إن الكلام دا حصل إن الأموات قاموا وجالوا في المدينة والناس شافوهم فمايك لكونة قال لا غالباً الكلام دا ما حصلش فرح بارت إيرمن بيقوله طب إذا كان الكلام دا ما حصلش إزاي نقدر نقول بيقوله كلام ما حصلش فسخافة رد مايك لكونة كان إيه إنه بيقول كل إفطرد مثلاً إن احنا بعد متين سنة بنقرأ أخبار عن 9-11 فلاقينا إنه مكتوب حدث زلزل العالم هو عاوز يقول إن دا أسلوب أدبي إن متى بيجود أسلوب أدبي يبين لك آه شوف دا المسيح نفسه تصلم دا وقعد يجود بكلام ما حصلش أنا بقول إن أباء الكنيسة الأوائل ما بياخدوش الكلام دا كرمز بياخدوه كحقيقة وإن الصخور تشققت والأرض تزلزلت وحجاب الهيكل تمزق وإن الشمس لم يعطي ضوءة والأموات قاموا هم بيقولوا إن دا بسبب إن الإله نفسه مات فكأن الكون تزلزل وكل دا شهادة على ألوهية المسيح أو على المسيح اللي مات على الصليب مش مجرد رمز دا هم بيعتقدوا إن دا حقيقة فحجة بارت إيرمان واضحة جدا جدا إذا كنت أنت بتعتقد إن الكلام دا ما حصلش بشكل تاريخي إن ما فيش أموات قاموا وما فيش حد شاف الأموات دول وما قابلوش الناس وعدوا يتكلموا معاهم بنفس المنطق ليه ما نقولش الكلام دا على معجزات المسيح يعني ليه ما نقولش على معجزة المسيح لما أقام موتة إن دا مجرد أسلوب أدبي ويرمز لكذا وإن المسيح لم يقم موتة بالفعل وإن المسيح ممشيش على المية دا مجرد أسلوب أدبي وإن المسيح مفتحش عنين الأعمى دا مجرد أسلوب أدبي وإن احنا ننفي أي حدث تاريخي إنه مجرد أسلوب أدبي والمسيح هو نفسه ما أمشي من الأموات ده مجرد أسلوب أدبي وهكذا السؤال الجوهري اللي سألوا بارت إيرمان بعد ما مايك لكونة اتفق مع بارت إيرمان على أغلب الأخطاء والتناقضات اللي ذكرها بارت إيرمان لكن مايك لكونة بيقول دي حاجات صغيرة وبسيطة وهكذا بارت إيرمان رح قايل إذا كنا عارفين إن الأنجيل أخطأوا في حاجات صغيرة إيه الضمان إن هم ما أخطأوش في المسائل الكبيرة بارت إيرمان جاب كتاب لمايك لكونة Why are there differences in the Gospels ليه فيه اختلافات في الأنجيل ومايك لكونة بيقول أنا عدت 8 سنين بدرس في موضوع الأنجيل وليه فيهم تناقضات ومش عارف مين وكذا وإن مايك لكونة في الآخر اتطبعت له الكتاب تبع أكسفورد وبيقول دراسة عظيمة هي قائمة على نفس الفكرة إن الأنجيل حلهم أفضل من حاجات كثيرة كانوا في نفس زمنهم أو قبل منهم من كتابات أخرى من العالم القديم بارت إيرمان جاب كتاب مايك لكونة واقتبس إنه فيه واحد اسمه بلوتارك وبلوتارك ده مفروض إنه من أشهر الذين كتبوا بايوغرافيز في العالم القديم فبيصف الشغل بتاع بلوتارك بلوتارك ده إنظامه كان بيكتب إزاي والأوتو بايوغرافيز بتاعته اللي كان بيكتبها دي كانت فيها إيه؟ بيقول بلوتارك ده كان أفضل كاتب بايوغرافي في زمنه بارت إيرمان بيكتبس من مايك لكونة عيوب بلوتارك قال له هو بيقول عن بلوتارك يعني بيغلط في حقائق الذاكرة بتاعته لا يستطيع أن يعتمد عليها بيوهم أو كذا بيلوي الحقائق بيقول يعني هو ما بيلزمش نفسه إنه يقدم الحقائق بشكل قانوني بيقول بيتصرف بحرية في مصادره بيتصرف في مصادر زي ما هو عايز بيخلط ما بين التاريخ وحاجات أخرى ساعات كتير ما بيذكرش حقائق تاريخية ده الكلام ده عن بلوتارك أفضل واحد كتب أوتوبيوغرافز وبيقول أن The Gospels are not on his level والأناجيل أصلا مش على مستوى يعني كل الطوام دي في بلوتارك والأناجيل مش على مستوى بلوتارك ومايكل لكونة ما قدرش يرد على هذا الطرح بلوتارك أفضل بيوغرافر و He would bend truth بيلوي الحقائق In order to make points Yes He would أيوة كان بيعمل كده علشان يأكد على بعض النقاط أنا بقول وبكرر زي ما كاتب إنجيل يوحنى غير اليوم من أجل الإيمان وأنه بيغير التاريخ من أجل الإيمان أيه تاني ممكن يكون تغير تاريخيا من أجل الإيمان أيه الحد اللي احنا نقول آه ده ممكن يكون غير التاريخ في كذا وفي كذا وفي كذا بس مش معقول يكون غير في كذا طب ما يمكن غيروا التاريخ إن المسيح تصلب هو ما تصلبش هم غيروا التاريخ من أجل الإيمان إيه المشكلة إيه الضامن إن ده ما يكونش حصل مايك ليكونا ماقدرش يرد على كلام بارت إيرمان انت بتفترض ان كتبت الأناجيل مصادرهم من شهود عيان فين الدليل على الكلام ده لهم بيفترضوا ده ولا مادة الأناجيل نفسها بتثبت ده من ضمن الأعجيب اللي أنا يعني مش متخيل ازاي مايك ليكونا اعترف بدا الكلام ده كان قاله بارت إيرمان قبل كده في مسكوتين جيسوس واشار اليه فكرة ان ممكن يكون كاتب الانجيل او كان بيتكلم تحديدا على بوليس ان بوليس كان له سكرتاريا سكرتير بيكتب له الرسائل فبارت إيرمان كان بيقول ان ممكن بوليس يملي السكرتير وبعدين السكرتير ده يتلخبط او يخطئ او اي حاجة فتبقى النسخة الاصلية ذات نفسها فيها خطأ مايك ليكون بقى بيقول كلام اعجب بيقول لا ده ممكن يكون السكرتير ده مش مجرد ان بوليس بيمليه ده هو بيعمل يعني بيعمل عملية تحرير في غاية الاهمية يعني كان مثلا انا عندي سكرتير وبقول والله انا بمليه مثلا رؤوس اقلام وهو بياخد رؤوس الاقلام دي ويقوم هو صايغ باسم رسالة وانا بقوم ماضي على الرسالة في الاخر وخلاص انا شايف ان اصلا النقطة دي تدين مايك ليكونة وبيفتح لنا باب اكبر ان لو بقى موضوع الوحي والروح القدس كمان كان بيحل على سكرتيرية التلاميذ مايك ليكونة ليه اصلا جاب الكلام ده لان بارت ايرمن قال ان تلاميذ المسيح من الناحية التاريخية هما من فقراء الجليل ناصرة الجليل وان هما ما كانوش يعرفوا لغة يونانية وغالبا ما كانوش متعلمين اصلا زي ما النص المشهور بتاع عمال الرسل بيقول ان هما انسانان عديمة العلم اجراماتوي اجراماتوي يعني ما بيعرفوش يكتبو فمايك ليكونة بيقول افرد يا اخي كان عندهم سكرتاريا وبعدين سكرتاريا ايه ده السكرتاريا هما اللي هيصيغوا هيصيغوا الاناجيل عن التلاميذ والله اعلم بقى صغوا صح ولا غلطوا وده عكنا فعكة تانية خالص بارت ارمال رد على النقطة دي ان لأ ما فيش اي دليل تاريخي ان السكرتار كان بيعمل اكتر من انه يكتب اللي يتملى عليه فلما كان بيتكلم على مشكلة بوليس واللي عنده سكرتار ان بوليس هيملي السكرتار ممكن السكرتار يكتب غلط او يسمع غلط او يسوى او كذا يحصل اي خطأ عفوة غير مقصود فتبقى النسخة الاصلية اصلا فيها اخطاء مايك ليكونة بيقول حتى لو كتبت الاناجيل ما كانش عندهم اي تعليم كان ممكن يكون عندهم سكرتار المشكلة بالنسبة للاناجيل حاجتين ان اولا تلاميذ المسيح لو هم كتبت الاناجيل وكان عندهم سكرتار ما كانوش هيقدروا يملوا باللغة اليونانية والاناجيل الاربعة اللي ما بين ايدينا مكتوبين اصلا باليونانية ومستوى ادبي معين من اليوناني فبالتالي لو نظرية مايك ليكونة اللي هو بيعكنا فيها دي صحيحة فده معناه ان تلاميذ المسيح ملوا السكرتاريا باللغة الارامية وان السكرتير ترجم من الارامي لليوناني وصاغ صياغة ادبية يونانية وراح كتب الانجيل باسم التلميذ وتوكل على الله انتم متخيلين مدى الاشكاليات ومدى التشكيكات الجديدة اللي النظرية دي بتفتحها بارت ايرمان افهم لكونة افحام شديد في هذه النقطة وقال له لا يوجد اي دليل طوال التاريخ ان في واحد مل السكرتير بلغة والسكرتير راح مترجم وكتب بلغة تانية نقطة في غاية العجب بارت ايرمان كان بيقول تناقض ذكرته قبل كده في ان نهاية حياة المسيح بعد مقام الاموات بحسب الانجيل في انجيل متى بيقول قبلوني في الجليل في انجيل لوقة بيقول خليكم في ارشاليم ومتخرجوش منها لغاية ما يحل عليكم الروح القدس فبارت ايرمان بيقول ده تناقض واضح ازاي الاتنين نقدر نجمعهم مع بعض فمايكل كونة قاعد يتهرب وقاعد يحاول يحل التناقض ده بطريقة ما فبارت ايرمان سأله سؤال هو كان المفروض الانجيل يقول ايه علشان يبقى تناقض فرح مايكل كونة قال انه يكون المسيح قال لهم انا هظهر لكم في افريقيا فرح بارت ايرمان بصله بمنتهى البرود وقال له طب وكان هيبقى فيها ايه لو واحد من كتبت الانجيل قال ان انا هظهر لك في افريقيا فمايكل كونة قال مش هيبقى فيها حاجة فرح بارت ايرمان قال له اجزاكلي بالضبط فيما معناه ايه ان انت بتقدر توفق اي حاجة في اي حتة مهما كان واضح التناقض انت معندكش اي مشكلة ان انت توفق باي طريقة ومن غير دليل مفيش اي مستوى من الادلة ممكن تقنعك ان ده خطأ فاحش يفقد الانجيل مصدقيته من ضمن الحاجات العجيبة اللي مايكل كونة اعترف بيها واحد بيسأله سؤال في نهاية المناظرة هل فيه تحريفات اضافها النساخ وتم اعتمادها كجزء قانوني من الكتاب المقدس رح مايكل كونة قال له طبعا نهاية انجيل مرقص وقصة المرأة الزانية في واحد سأل مايكل كونة سؤال بيقول له ان وصف الانجيل ان فيه واحد اسمه يوسف نزل المسيح من على الصليب ودفن ومش عارف مين ده مخالف للتقاليد اللي احنا نعرفها عن الرومان فيه كيفية معاملة المسلوبين فراح مايكل كونة حاول يثبت شوية حاجات كده من خلال ادلة اركيولوجية وقاعد يقول مدافن ومش مدافن رح بارت ايرمن قاعد كده بيسمع ومستني له الغلطة رح قال له بس 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 بايه اللي انت بتقوله ده استنى والمسألة دي بتلفت نظرك قد ايه ان مهم ان انت تكون مطلع جدا جدا وموسوعي وقاري كويس قوي 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 ودارس كويس اللي انت قريه بمعنى ان هو مايكل كونة حاب يثبت ان فيه ادلة اركيولوجية بتأيد اللي الاناجيل بتقوله رح بارت ايرمن قال له بس فين الدليل الاركيولوجي ورح لسعه قال له مفيش دليل على اللي انت بتقوله ده وفعلا مايكل كونة وافق على اللي بارت ايرمن قاله وبرت ايرمن اثبت ان الاستنتاج اللي انت كنت عايز تستنتجه من الدليل الاركيولوجي ده غلط نقطة تانية مايكل كونة اعترف بان ممكن ايضا حوار يكون خاطئ ما بين المسيح ونكوديموس وان انهي لغة يعني المسيح كان بيكلم نكوديموس بانهي لغة كان بيكلمه باللغة الارمية ولا كان بيكلمه باللغة اليونانية وهل المسيح كان يعرف اللغة اليونانية أصلا عشان يتكلم معه وكذا وإن فيه كلمة معينة في النص بتبين إن لأ ده كان الحوار كان لازم يكون باللغة اليونانية وكده فيها إشكالية ومش عارف مين النقطة دي نبهتني لأن أنا كان أول مرة أسمع هذه الإشكالية ما خدتش بالي منها قبل كده إن بالفعل الغرب مطلع على إشكالات أكبر بكتير وأكثر بكتير وأعمق بكتير من المستوى اللي وصلنا في الكتب العربية وحتى الكتب العربية المترجمة من الكتب الأجنبية لسه برضو ما فيهاش البهاريز ولازم احنا نبدل مجهود أكبر من كده في الاطلاع على الكتب الأجنبية الغربية النقدية علشان بقى يعني نغوص في مشاكل كبيرة وعميقة وقوية بتفقد فعلا الأناجيل مصداقيتها واحد سأل مايكل كونا سؤال وده بيبين مدى سخافة مايكل كونا وإيمانه الأعمى وإن لا يوجد مقدار من الأدلة قادر على إقناعه بأن المسيحية بطلة واحد بيقول له أنا شايفك بتوفق أي حاجة ومفيش حاجة بتقنعك يعني إيه اللي ممكن يقنعك إن المسيحية بطلة راح مايكل كونا قال إن احنا مثلا نكتشف قبر بتاع المسيح ومحطوط فيه بردية مكتوب عليها أحنا خدعناكم واضحكنا عليكم وألفنا قصة الصلب والفداء والقيامة من الأموات إمضاء مات تمر أسلوقة يوحنى إيه الهبل ده؟ هو ده المستوى اللي احنا مفروض نوصله كدليل على بطلان المسيحية؟ أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو وأتمنى إن الفيديو ده مايكونش طويل وممل لو كان الفيديو عجبك أعمل لايك وشير وسبسكرايب لو تقدر تدعمني عن طريق باتريون جزاكم الله خيرا لو الفيديو ما عجبكش أعمله ديسلايك مش مشكلة إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته